السلام عليكم الله يسعد أوقاتكم توزيعة سلاك وير هي واحدة من توزيعات لينوكس اللي إلها مكانة خاصة وعشق بقلب كافة محبين وعشاق نظام لينوكس السبب بهذا الشيء بيرجع لأنه هاي التوزيعة هي واحدة من أقدم إذا ما كانت أقدم توزيعة لينوكس موجودة على الإطلاق الإصدار الأول من سلاك وير صدر بعام 1993 يعني تقريبا سنتين بعد صدور النسخة الأولى من الكيرنل لهذا السبب وقت اللي منسمع أخبار عن سلاك وير فكل المهتمين بعالم التقنية وعالم لينوكس بيكون كلهم آزان صاغية مثل ما بيقولوا اللي بيميز سلاك وير إنها نسخة مستقرة إنها توزيعة مستقرة بتعتمد على المبادئ الأساسية لينوكس ولحد الآن يعني ما انتقلت لأنها تستخدم التقنيات الجديدة مثل البايب واير السيستم دي فهي لحد الآن اب تستخدم إنه سيستم الخاص فيها ولا أتوقع إنها بيوم من الأيام تنتقل لأنها تستخدم السيستم دي الإصدار الأخير من سلاك وير صدر قبل ست سنين واللي هو كان الإصدار 14 اليوم بعام 2022 قبل أسبوعين تقريبا صدرت النسخة 15 من سلاك وير اللي رح نساوي اليوم إنه رح نعمل عملية تنصيب لسلاك وير وبعض الخطوات البسيطة بالنظام لأنه يعني هي تعتبر توزيعة ليست مناسبة ما بيقول ليست مناسبة وإنما ما بتشد المستخدمين بعام 2022 وإنما هي للناس اللي نشأت مع لينوكس للناس اللي استخدمت لينوكس من بداياته لأن اليوم البدائل أكتير وما عاد فيها الشهرة الكبيرة فهي بتظل بس نوع من الليجاسي بتظل نوع من الأرث الموجود في عالم لينوكس التوزيعة ما زالت قيد التطوير وموجودة وما رح تروح بأي يوم من الأيام بس يعني مثل ما عمالي قول أنه هي بس للناس اللي كانوا مع لينوكس من بداياته قبل ما نبدأ بالفيديو بس حابب ذكر اللي ما لهم مشترك بالقناة وعمالوا يشوف المحتوى مفيد يعني ما تنسوا أنكم تدعموني وتشتركوا بالقناة طيب مثل ما حكيت رح نبلش بعملية التنزيل أول الشي لحتى ننزل التوزيعة فلازم ننزل ملف الايزو اللي هو موجود على رابط على موقع mirrors.slackware طيب أكيد الرابط رح يكون موجود بسندوق الوظف أنا من هذا الموقع رح 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 للslackware iso image منه رح 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 للslackware 6415-iso ومنه رح ننزل الملف اللي هو install dvd.iso هذا الملف مثل ما اللي شايف انه حجمه كبير 3.5 جيجا لانه هو لانه الslackware بتيش مع كافة البرامج اللي ممكن انه المستخدم يحتاجها فانشان هيك بشوف انه الحجم كبير بعد ما نزل ملف في الايزو إذا كنت رح ساويها بماكينة استراضية فأنا بستخدم الملف مداشرة او اذا كنت بدي نزلها على هاردوير فعلي سبنسخ فبكتب ملف الايزو على فلاشة سواء باستخدام dv سواء باستخدام روفوس او اي طريقة انت بتلاقيها مناسبة لانك تكتب الملف على الفلاشة طيب وقت اللي بأقلع من الفلاشة او من ملف الايزو رح شوف انه بالشاشة من تحت عندي البرومت اللي عمال اللي بوت وعندي المؤشر اللي عماله يطفي ويشتغل هلا اذا ضغطت انتر مباشرة رح تبلش عملية الاقلاع من ملف الايزو ورح نبلش بعملية التنزيل طبعا انا عملية التنزيل عمالي اعملها لانها مختلفة عن غيرها بس لهذا السبب مو لانه حابب مو لانه يعني هي مو اعمالها التنزيل التقليدي اللي متعودين عليه فاول شي بعد ما اخترنا الاقلاع عماله يطلب مني اني اختار اللي اوت الخاصة بالكيبورد فراح نروح مع الخيار الافتراضي اللي هو عمله اللي انتر وانتو سيليت كيبورد فراح اعطي واحد وراح نروح مع الامريكية فبضغط انتر هذا العمال يحكيه على الانستولر اللي هو بيستخدم الانكارسس مالها هالواجهة العصرية او المودرن بس بتظل يعني افضل من الارتش اللي بتستخدم سطر الاوامر فراح نقل اوكي هلا بعد ما خلصنا بعد ما اخترنا الكيبورد عمالة اللي توكويت تاستنج كيبورد انتر وان فراح نضغط واحد ومنقل انتر وبعدين عمالة اللي انه بدي اعمل لوجين وشايف انه you may login as root فراح نعطي root وهلأ انا صرت موجود ضمن الانستولر طيب مثل العادة اللي بدنا نساوي انه لازم اني اعمل partitions وبعدين انبلش بعملية التنسيل طبعا عملية التنسيل ممكن اني لائي الانستوليشن موجودة على موقع سلاك وير كمان فهي مثل ما اللي شايف اذا رحت لدوكس.slakware.com سلاك وير انستول ممكن اني امشي مع خطوات التنزيل اللي موجودة بهاي صفحة وطبعا لازم اني امشي معها لانه ما رح تكون مثل عملية نيكست 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 دخل اسم المستخدم وخلص فلازم اني اتبع الخطوات اللي موجودة بهاي الصفحة طيب انا بهاي الماكينة اللي عامله اني عملتها انها تستخدم الليجاسي بايوس اللي هو الام بي ار وليس اليو اي اف اي ممكن اذا انت بدك تستخدم اللي او اي اف اي انك تستخدمها بس انا بس لحتى نمشي مع الاصول لالسلاك وير اللي باعتبارها النسخة القديمة الاقتم من اللينوكس فارحت مع الام بي ار او اللي هو الليجاسي بايوس قبل ما نستخدم اداة البارتشنينج خلينا نعمل الاس بي الكي لنشوف شو هي الهاردات اللي موجودة عندي فبقله الاس بي الكي ورح شوف انه ما في عني غير الفي دي اي واحد اللي انا اعطيه 30 جيجا متل ما الواطح على الشاشة هلا معناها منقله cf disk space slash dev slash vda اضغط انتر عماله يطلب مني اني اعمل لابل تايب جديد او لابل تايبل مثل ما حكيت رح اروح مع الام بي ار اللي هي هون دي او اس دوس ال جي بي تي اذا كنت بدي اعمل ال يو ا اف اي فانا رح اروح مع ال دوس وبضغط انتر انا هون بس رح اعمل بارتيشن واحد اللي رح ياخد كامل مساحة الهارد لانه ما رح يكون في عندي بوت اللي حط عليه ال اي اف اي ال بوت رح يكون موجود على ضمن الهارد على ضمن ال بارتيشن اللي موجود عليه النظام الاساسي فبضغط على نيو اللي موجوده تحت متل ما انا شايفين رح قل له ال بارتيشن بديها بالكامل ما رح نعمل اسواب فايل فانا رح ااخد البلاتين جيجا هلا بدي يا كمان يكون برايماري فبضغط انتر وبعدين بدي اختار التايب هو مختاره بشكل اوتوماتيكي كالينوكس بس انا بدي اختار انه يكون بوتبل فبتحرك السهم اليسار لروح للبوتبل وبضغط عليها هلا مثل ما اللي شايف جنب البيدي اي واحد مكتوب عندي بوت وفي عليه محطوط ان نحط عليه النجمة لحتى اقدر اقلع من هذا ال بارتيشن بعد ما حددت البوتبل ابروح للرائت وابتبلو ياس وبعدين ابروح للقويت وبطلع من السي اف ديسك إذا كنت تريد أن تستخدم الف ديسك فهو ممكن ولكن التعامل مع الف ديسك أسهل من الف ديسك بعد ما خلصنا من البارتشينز يجب أن تبدأ عملية التنزيل لحتى تكون عمليات التنزيل سهلة نوعا ما فكل ما عليك إكتبه إكتبه سيت أب اللي هو برنامج موجود من ضمن ملف الآيزو اللي نزلناه اللي بيسهل عملية التنزيل فأقل له سيت أب بعدين هلا عمله مثل ما علي شايف راح تبلش عندي عملية التنزيل طيب هلا الهلب ماب ديسك ضمن هاي القائمة أنا بتحرك بالأسهم لحتى تحدد الخيار اللي بديها وطبعا تساهم لفوق لتحت وبتحرك يمين ويسار لحتى إما أكد الخيار أو إلغي العملية فخلينا أول شي مع الكي ماب الهلب مرة راح نروح فيها خلينا نروح مع الكي ماب فمتل ما يشف انه هو مبدئيا مختار اللغة الإنجليزية أنا إذا بدي غيرها فبضغط انتر وبختار اللغة اللي بديها فهلا اخترت اللغة كما متل ما شفنا من شوي بضغط واحد وبضغط انتر حيث عندي غير بارتشن واحد اللي هو فكما راح قل له بعدين عمار يسألني انه إذا بدي مباشر بباطل ام لا اكيد لازم انه في فرمة البرتشن لا ننسى انه إذا في عليه أي بيانات فهي البيانات راح تنمسح سوف نقوم بإضافة ما هو نوع الفايل السيستم الذي نريد أن نختاره يمكن أن نختار الـ ButterFS ولكن دعونا نذهب في هذا الفيديو نذهب مع Ext4 نقوم بإضافة كله مع غصول أو جزور السلاك وير ثم نقوم بإضافة نقوم بإضافة لينكس بارتشن إلى FSTab نقوم بإضافة نقوم بإضافة ثم نقوم بإضافة نقوم بإضافة المصدر الذي ينزل منه هل ينزل النظام من CD أو DVD أو ملف ISO هل يجب أن نقوم بإضافة تنزيل من Hard Partition هل يجب أن نقوم بإضافة نقوم بإضافة نقوم بإضافة ثم نقوم بإضافة أو ملف أو ملف ISO ثم نقوم بإضافة ما هي المصدر التي أريد أن نقوم بإضافة نقوم بإضافة نقوم بإضافة نقوم بإضافة نقوم بإضافة المصدر التي يحب أن يستخدم EMAX فهي موجودة بالنسبة للفيديو اليوم فقط، سنقوم بإضافة فإن إضافة الخيار التي لم تريدها سيضغط بإضافة إشارة النجمة من على يسار الشاشة سنقوم بإضافة أو ملف الإساعة كنحة بالنسبة لـ X-Windows System بالنسبة لـ XFCE باعتبار انه نزلت KDE فلا سننزل XFCE انت اذا بدك يكون في عندك اكتر من واجهة ممكن انك تخلي الاثنين ما بغض بالنسبة لـ Games اذا بدك Games تخليها كمان ما رح ننزل بأي Games وهي كل الـ Options اللي بدنا ياها نضغط Enter وبعدين يسألني ماذا طريقة الـ Prompting أو ماذا الـ Output البيانات اللي رح تطلع عندي على الشاشة أثناء عملية التنزيل فعندي عدة خيارات في عندي Full في عندي Thirds في عندي Menu في عندي Expert فنحن رح نروح مع الخيار الثاني اللي هو Thirds اللي هو شبيه بالـ Full بس بيطالع لي أو بيظهر لي على الشاشة عدد أسطر أقل لا يوجد أن يرى Output بمقدار كبير ويملي الشاشة نختار Enter وهلأ ستبدأ عملية التنزيل مثل ما اللي شايف أنه لا يظهر لي كثير بيانات ونرجع بعد ما تخلص عملية التنزيل طيب وهلأ بعد ما خلصت عملية التنزيل وقد لدينا قليلا لازم لدينا قليلا لازم أن نساويها بالنسبة لأنه يعمل إطلاق USB Drive يعني أن يكون bootable باعتبار أنه لا نقلع من الـ hard مباشرة فلا في ناقل لا يوجد داعي أن يختار الـ create فلنذهب إلى escape وضع اضاف بعدين يجب أن نزيل bootloader إذا لا تريد أن تستخدم الليلو و تنزل الغرب فنحن نذهب للسكيب نحن سنقوم بعمل الليلو والتي هي السيمبل سنقوم بأنه ينزلها بشكل أوتوماتيكي ثم سنذهب مع الستاندرد بالنسبة لدقة الشاشة لأنه سنقوم بعملها ثم يجب أن أعطي أي برامتر أريدها فإذا لا أريد أي برامتر إضافية للبوت لودر فقط أضغط انتر ثم سنقوم باعتبار أنه عملنا ننزل على الريجاسي بايوس سنذهب مع الريجاسي بشكل أوتوماتيكي ثم سنقوم بعمل يجب أن أقوم بعمل الوضع لجي بي ام سنقوم بعمل نعم ثم يجب أن أقوم بعمل أعدادات للشبكة سنقوم بعمل ثم أعطيه اسم الجهاز سنسميه Slackware ثم أعطيه أي اسم أيضا سنسمي Slackware إذا أريد أن أستخدم VirtualLand سنسميه No أريد أن أستخدم Network Manager أو DHCP إذا أريد أن نزلنا KDE Plasma سنذهب إلى Network Manager ثم أعطيه إعداد الشبكة تمت بشكل ناجح فأضغط Yes الآن سنقوم بإستخدام وإستخدام ثم أريد أن أخطيه السيرفيسي التي أريد أن أشغلها سنرى ما هي الأمور التي يمكن أن يحتاجها طبعا الكابس إذا كنت أريد أن تعمل عملية Print بالنسبة للكرون وهي عملية جدولة وأتمتة المهام بالنسبة للفيوز حتى يكون في عندي يتعرف على غير File Systems فنجعلها بالنسبة للHTTPD إذا كنت أريد أن أعمل سيرفر فممكن أن أفعلها بالنسبة للإنت كمان من خليها اللي هي خاصة بالBSD بالنسبة للIP Forward ممكن أن نخلي كل الخيارات الافتراضية راح نشوف إذا كنت أريد أن أعمل إذا كنت أريد أن يكون في عندي VPN ممكن أن نفعل Open VPN إذا كنت أريد أن يكون في عندي مشاركة ملفات ففعل SAMPA إذا كنت أريد أن أعمل SSH ففعل SSH فأريد أن أقوم بالنسبة للإنت الآن يسألني إذا كنت أريد أن أجرد إذا كنت أريد أن أغير الخطوط التي تطلع في TTY فأنا بس لحظتها للماكينة الافتراضية سأقوم بالنسبة للإنت بسبب دقة الشاشة اللي عندي اللي هو بالنسبة لي راح نروح مع هذا الخط أنت هي الخطوط ممكن أن تجاوزها الآن بضغط واحد وإنتر بعدين بالنسبة للهارد للساعة راح نروح مع خيار NO بعدين منختار المنطقة الزمنية بعدين بيسألني شو هو التكست أديتر اللي بدي أستخدمه راح نروح مع الفيم بعدين شو هي الواجهة الرسومية اللي بدي أقلع منها نحن راح نروح مع الكي دي إي لأنه نزلناها الآن نحن لسا ما حطينا باسورد للروت وما إنشأنا مستخدم بس هلأ عمالي قللي إنه إذا بدي حط باسورد للروت فرح قل له يس الآن بيختار الباسورد اللي بدي إياها برشعة تأكدها بعدين بضغط انتر وهيكا بتكون عملية التنسيل خلصت الآن لازم أني أعمل إعادة تشغيل فبضغط اوكي بيأتي للأكسيت الآن بشيل ملف الايزو أو بعيد تشغيل الماكينة الافتراضية أو بشيل الفلاشة الآن بعد ما عملنا إعادة تشغيل تطلع عندي شاشة البوتلودر وإذا ما ضغطت انتر رح يستنى دقيقة أو دقيقتين ليأقلع من النظام إذا ضغطت انتر فبيأقلع مباشرة هلأ مثل ما نرى انه طلعت عندي شاشة الدخول تحت مثل ما نرى عندي سلاك وير لوغن نحن ما عملنا يوزر فرح ندخل مع الروت فبقال له روت وأعطيه كلمة السر اللي حطناها من شوي هلأ لحتى ادخل للواجهة الرسومية سأقل له start x دعنا اول شي بس نعدل دقة الشاشة طيب مثل ما حكيت انه نحن ما عملنا اي مستخدم ومن الخطر جدا اني استخدم الواجهة الرسومية وأنا داخل كروت يوزر فاول شي لازم انه نعمله انه ننشئ مستخدم جديد فخلينا نفتح الترمينال اللي هي بحالة اللي هي بحالة KDE Plasma اسمها console لحتى اضيف مستخدم جديد سأقل له user add سأضيفه لـ و سأضيفه و سأقل له و أعطيه اسم المستخدم اللي بحالة اللي بحالة اللي بحالة يجب ان يضيف الواجهة أحفظ الملف الآن يخرج من الروت يوزر فأعمل Logout الآن يخرج من الروت فأقل له Exit أرجع الـ Login بدل الروت سأضع اسم المستخدم الجديد وكلمة السر التي أعطيتها للمستخدم نحن ما عملنا Password للمستخدم فأرجع الدخول للروت كمان بعطيه Password الآن يقول له Passwd اسم المستخدم أنشئ كلمة السر كمان بعيدها الآن يخرج من الروت يدخل مع المستخدم الجديد مع كلمة السر الآن كما رأينا قبل كلمة السر سأضع اسم المستخدم Start X لندخل للواجهة الرسومية حسنا كما رأينا في وقت ما أريد أن أقوم بعمل Login أو تسجيل دخول فأنا لا أريد أن يخرج مني شاشة تسجيل الدخول مع KDE Plasma لديه Login Manager الذي هو SDDM لكنه لا يفعل بشكل أوتوماتيكي طبعاً أنا لا أريد أني كل مرة تطلع عندي الشاشة سودا وضع اسم المستخدم وال Password فلحتى تفعل SDDM فأنا نأتي نفتح الترمينال وكروت يوزر أو مع استخدام سودا 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 باعتبار أنه نازلين فيم سأذهب إلى ملف etc init tab سأعطي كلمة الزر ونأتي إلى Level وهو ID ونغيرها من رقم 3 لرقم 4 كما رأينا ثلاثة وهو Multi User Mode وهو الشاشة السوداء ورقم 4 وهو X11 أو Wayland مع Session Manager وهو بحالتنا SDDM فأنا هون غيرتها من رقم 3 إلى رقم 4 أحفظ هذا الملف دعونا دعونا نخرج مرة أخرى نعمل دعونا دعونا إعادة تشغيل للمرة الأخيرة ومثل ما أرى بعد ما عملت إعادة تشغيل مباشرة نخرج عندي Session Manager أو Login Manager وما عادة موجودة الشاشة السوداء فقط أعطي كلمة أثر وبهذا الشكل لا يوجد داعي أني أرجع فاعل SDDM مرة أخرى لأنه تفعل بشكل أوتوماتيكي الآن سنقوم بعمل مراجعة كاملة للسلاك وير لكن سنرى بالنسبة للبرامج التي نازلة سنرى أن قدر كبير جدا من البرامج لأن سلاك وير لديها طريقة خاصة بالتعامل مع كيفية تنزيل البرامج وكيفية التحديث لكي المطورين يضعون كل البرامج التي تحتاجها ضمن ملف ISO كما قلت هذا الذي سبب أن الملف يكون بحجم كبير كما ترى مثلا نازل عندي فايل مانجر نازل عندي فايرفوكس نازل عندي جيم نازل عندي جي بارتد أغلب البرامج التي تحتاجها لن تلقي نظرة على كل هذه البرامج لأن ممكن أن تستكشفها أو تشاهدها بنفسك دعونا فقط نرى ما هي نسخة KDE بلازما التي نازلت فإذا قلت لـ وقلت لـ نصدر الأخير من بلازما الذي هو 524 لكن 523 كان نازل قبل أن تصدر أو سلاك وير نزلت قبل أن تصدر النسخة 524 فهذه النسخة تعتبر حديثة جدا إذا نرى نسخة Kernel التي نازلت فإذا قلت لـ وقلت وقلت Uname A سوف نرى أن Kernel هو 515 فكما Kernel هو إصدار جديد إصدار الأخير هو 516 517 قيد التطوير فـ 515 هو إصدار جديد هذه كانت مجرد عملية تنزيل سريعة وبعض الخطوات التي تستخدمها إذا كنت حابب تستخدم سلاك ويف هل التوزيعة ممتازة؟ هل تخلو من المشاكل؟ هل أنصح بإستخدامها؟ بالنسبة لنا في عام 2022 أو للناس الذين لم نستخدم لينوكس من بداياته فـ سلاك وير ليست مناسبة إلا إنما هي مناسبة للناس الذين بتعشاء السلاك وير التي استخدمتها من بدايات لينوكس لماذا لا أتنصح فيها؟ أول شيء لأن عملية التنسيل غير مناسبة للمستخدم الجديد يعني ما لها بسهولة الأوبونتو أو الزورين أو المانجارو لازم يكون في عندك أنك تقدر تتعامل أو تكون في عندك استعداد أنك تتعامل مع التيرمينال أو مع إنكارسز إنستولر النقطة الثانية اللي هي بشكل افتراضي ما بيتم إنشاء يوزر فأنت لازم بعد ما تدخل للنظام أنك تنشئ اليوزر النقطة الثالثة أنه اللوغين مانجر أو السيشن مانجر ما له مفاعل بشكل إطماتيكي فأنت كمان لازم أنك تفعله النقطة الرابعة اللي هي عملية تنزيل البرامج مختلفة عن الأنظمة الثانية فلازم يكون في عندك ليرنين كيرف لازم يكون في عندك منحنة أو اللي هو خطوات للتعلم تمشي فيها شوية شوية لحتى تقدر أنك تستخدم النظام النقطة الأخيرة اللي هي المدة الطويلة اللي بتاخدها السلاك وير بين إصداره الثاني يعني ست سنين من الإصدار الأخير لصدر الإصدار 15 ما بعرف إذا كان هذه الفترة الزمنية مبررة أو لا بس غير هيك بالنسبة لعشاق السلاك وير أكيد رح يستخدموها أنا شخصيا ما رح استخدمها بس للأسباب اللي ذكرتها وأنا بحب أنه يكون دائما في عندي رولينك وريليس فأنا ماشي على التوزيعات التانية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا زر الإعجاب لا تنسوا تتركوا لي تعليقاتكم بقسم التعليقات لا تنسوا مشاركة المحتوى مع أصدقائكم لحتى أتعمل فائدة والمتعة بنفس الوقت للجميع بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله موسيقى موسيقى